السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشركة اللي عاملة الشات جي بي تي اللي هو شركة كوبين اي اي عامل حاجة اسمها اي 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 تكيس كالسفاير عبارة عن ايه ان انت لعنك اي نص وشاكك هل ده فعلا انسان اللي كتبه ولا الزكاية الاصنعية اللي كتبه مجرد بتاخد الكلام ده كوبين بيست وتحطه هنا تمام اي كلام عندك يبدأ ان هو وتقول له صمت يبدأ يقول لك الكلام ده بنسبة تقديه الانسان هو اللي كتبه او الزكاية الصناعة هو اللي كتبه يعني لو في دكتور طلب بحث من طلبه واستساعده 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 زكاية الصناعة وخده كوبين بيست من غير ما يعدل هيتقفشو هيتقفشو تمام؟ يعني هيعمل مقارنة مع الكلام الموجود في دصمة وسط الكلام في حرف يكتب بشكل معين المهم هو اللي عامل الحاجة فلازم لما تحض الكلام من اي بنامج تقدر ان انت تعدل عليه تقدر تبص عليه تقدر ان هو تحط التطش بتاعتك بشكوبين بيست وخلاص فكان الدكتور في هذه الجماعات كان بيدي درس المطمع من الطالبات ورح قال لهم يعني خدهم الأسئلة مثلا عشر أسئلة هيجب منهم تلتة في الانتحاء فهم بيش يذكروها لأ دواحت فيهم كانت تطلباتها ورح يصوروها بالألة بالطبعة وضعوا الورق ورحوا نساقوها وردخلوا الانتحاء بالورق وبدأوا يشوفوا السؤال ورح حطين بدل ما يكتبوا بأيديهم تمام لا حطوا الورق اللي هو منسوخ تمام في وسط الورقة الإجابة وبعطوها للدكتور فالدكتور أسققهم كلهم يعني اتعب شوية ذاكر كلية مطلوب الكلام كوبا بيست الحقيقة ديت مبارح كان عندي سؤال معين سألت الزكاة الصماعية وبدأت أخذ أفكار لم أخذتش وراء كلمة كوبا بيست بس قرأت الكلام كان مزايا وعيوب الشراء أونلاين فسألت وفتح عيوني لبعض الأمور فاستعمت به لكن لم أخذتش وراء كلمة كوبا بيست بدأت بس إيه قد ممكن شخص كلمة مجدين دول فاستعمت بسلوبي فاستعمت بسلوبي فاستعمت بسلوبي وكل شيء ثم يعني غير مرحة